أهلا بكم الجديد والرحب بكل الأصدقاء والأمم لبطابعة هذا المشوار من حضرة المساء هذه الفقرة ستكون عن التعليم والحديث عن إحدى المدارس اللي أحرزت نتائج مميزة في القرطوم وهي مدرسة الشارقة بنات ورحب ضيوفي يمثلون إدارة هذه المدرسة بداية الأستاذ نادر عبدالوهاب الخليفة مدير مدرسة الشارقة شكرا لكم لإدارة هذه الفقرصة وارك الله فيكم وإن شاء الله نكون خفيفي الضيل عليكم مرحباك وبرحباك دكتورة سامي أحمد بدر سليمان المدير العام للمدرسة مرحباك أهلا وصحنا بكم وتشرفنا بحضور في قناة شاشة البلد مرحباك مرحباك وحنتواصل أكيد وحنتعرف بصورة أوسع وصورة أعمال على المدرسة والتأسيس وكل التفاصيل لكن بعد ما نرجع غرفة الكنترال نتواصل معكم نحن في حضرة مدارس الشارقة الثانوية دكتورة بداية دارين حابين نعلق على الطلاب على مستوى اللغة مستوى الحديث والتعبير فدي بدينا دلالة على أنه فيه اهتمام كبير جدا بهؤلاء الطلاب منذ مراحل متقدمة المدرسة الآن قرارة 23 سنة البيئة الداخلية الخاصة في المدرسة كيف تشكلت ويتو عملت في شنو عشان تصوى لمستوى متقدم من التطور في مجال عملية تعليمية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم منذ بداية المدرسة عام 1999 كان فيه نظام إداري مرتب بيهتم في البداية بالشؤون الأكاديمية للطالب فالطالب منذ قبوله بيتم تصنيفه في منشهاته بتاعة الأساسة الدخبية في المستويات المواد الأساسية الثلاثة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بعد ما يصلف الطالب بنشوف مناطق ضحفه وين وبنحاول نعالية اليوم فيه طلاب بيحفظوا القرآن أو بيجوا بعدين بالحفظ فبينساعدهم عليهم مشنو يكملوا أو في حفظة اللغة العربية بالزاد عندها إصطاف مميز لأنه هي أمة اللغات أو هي لغة القرآن عشان كده المعلمين بدأوا عن اللغة العربية بيبتدوا تأسس الطالب من سنة أولى لحد مستوى الثالث فبهتموا بأنه يميزوا يصنفوا الطلاب القراءة تكون سليمة الخط يكون سليم بعد ذلك يخشوا في المنهجة الأكاديمية اللغة العربية من أدب القواعد من بلاءة البيئة المدرسية وبحمد الله وتوفيقه يعني مهيئة والكمال لله يعني الإدارة بتاعت المدرسة باز لقصارى جهدها في أن تهيئ للطالب الجو المناسب للتحصيل الأكاديمي نعم هو ظاهر يا دكتورة من خلال الفيديو اللي احنا شفناه توازن كبير جدا وتجويد في اللغة العربية وحتى الفصحة يعني خليني أجي الأستاذ نادر وزي ما علقوا الدلعبات واتكلمت الأستاذ عن التجويد وفي طلاب بيجو حفظ أو غيره أغلب الأمنيات أو معظم الأمنيات عند الطلب بقولوا نحن بنتمنى أنه السنة دي يكون معظم الطلاب ممتحن الشهاد يكونوا متفوقين من الأوائل هل كان في طلاب يعني كثر ولا كان عندكم فرد أو اثنين أو ثلاثة من طلاب الشهاد متفوقين أو كانت نتائجهم يعني وعلنت الله بفضل الله يعني المدرسة منذ إن شاء الحمد لله في تفوق ويشهد لذلك طلاب في كليات الطيب كليات الصيدلة والمختبرات والمدرسة يعني تستشعر الأمانة والمسؤولية أهل أولياء الأمور لمن يجب لك بيتو سجرة فهذه مسؤولية كبيرة نعم سواء كان في البنين أو في البنات وكما نعلم إنه المعلم والمدرسة هي البيت التاني وهي المكملة عملية تربوية في البيت صحيح وهي وزارة التربية بعدين شرح التعليم نعم فلنحن الأكاديمية الحمد لله يعني من هنا أنا بحيي كل معلمية المدرسة والاجتهادهم ولا نزكي لا نزكي مع بقية المعلمين في المدارس لكن المعلم في الشارع يتميز بإنه يعطي كل جهده وكل وقته للطلبة لرفع الأكاديمية وأيضا لا يخف علينا الدور التربة يعني المدرسة الإشراف المعلمين أنفسهم يعني الجانب التربة والنفسي للطالب مهم جدا يعني مثلا ما مسألة معلومات تلقيين وامتحانات يمكن الحمد لله دي إحنا قطعنا فيها مشوار كبير بفضل الله وبإجتهاد المعلمين لكنه الجانب التربة مهم جدا ودير حساسية بتاعة إدارة المدارس السانوية بالذات في الزمن اللي إحنا شايفينه دا كل المشاكل المتغيرات الأمينية والاقتصادية وغزو الفكري ومشاكل شايفينه دي فالدور كبير والمسؤولية كبيرة ونسأل الله أنه وفقنا وإياكم بالضبط منبر إعلامي ومنبر يطرح هذه القضايا ويشرح ويبين المسؤولية الكبيرة فالحمد لله الطالب البيجينة حسب مستوه ونرفع مستوه يجونا طلال محاولين من مدارس ثانية أو من أول سانوي فزي ما قالت الأستاذة نشوف تقييمه الأكاديمي وبعد ذلك بنرفع مستوه مهما كان مستوه الجانبه في النهاية دي مسؤولية هنبدأ معه من حيث هو مستوه ونرفع مستوه إن شاء الله بوسائل كثيرة امتحانات أقرق عمل امتحانات شهرية تسميع المتابعة لكل إن شاء الله لتوصف مصلحة الطالب الأكاديمية وقبل ذلك زي ما قلنا الجانب التربوي نحن مجيز مع الدكتورة طوالي في الجانب التربوي في مدارس الشارقة يعني الآن شوفنا الجوانب الرياضية اللي هي بتساعد أهل هؤلاء الطلاب يكونوا أكثر استعداد نفسي للتعلم الآن الظرف في السودان يعني في متغيرات كبيرة جدا والأستاذ ستفضل بأنه في متغيرات خاصة بالتكنولوجيا وغيرها فالآن الطلب يحتاجه في هذه المدارس أستاذ ثامية على أنه يكون في الحاجة يشوفها براء يجي له بشكل آخر جوا نتكلم عن البيئة التعليمية جوا كيف والمناهج يعني هل في مناهج متقدمة أيضا انتقاء الأسازة كذلك أول حاجة بالنسبة للبيئة المدرسية مهيئة بالنسبة للطالب طبعا يعني المستوى الأكاديمي لما نكون تركيز على الأكاديميات الطالب بيكون عايز حاجة يتنفس فيها فهذا جانب بتاع مناشط ريادية عندنا أبتدي من الصباح بالطابور الصباحي زي المصصحة كده أو حصة هي تقريبا أربعين دقيقة بيبرز فيها الطالب حاجات كلها مقسمة بالفصول بعد كده في مناشط اللي هي في القرى الطايران في تنس الطاولة وفي نط الحبيت بالنسبة للبنات الأولاد عندهم مناشط تانية اللي هي عندهم قرى القدام عندهم القرى الطايران وفي دور داخل المدرسة وبعدين في دور يتنافسهم مع المناطب على مستوى المحلية في السنة دي الأول مرة يدخلوا لعبة البولينغ في المدرسة وتعتبر بداية دي بالنسبة لهم الطالب زادوا بيجي الصباح عندهم زي مجموعات بيتقسموا ناس بيحفظ القرآن أو بيعملوا هلقات بتاعة التلاوب ناس بيشتغلوا مناشط بيجمعوا في الآخر 40 دقية تعبور صباحي في طلاب بيجي بدينا طبعا المدرسة بالنسبة للطلاب في المستوى الثاني عندهم الصباح برنامج صباحي أكاديمي برضو جبل الحصص العادية اللي هو عبارة عن تسميع ومراجعة بعد المشاكل اللي هي بحلوها مع المشرفين التربويين ومع المعلمين جميل أستاذ نادر حاليا أو مؤخرا في غياب كبير جدا للمشهد النفسي أو الاجتماعي في معظم المدارس الخاصة في السودان هل مدرسة الشارقة متوفرة فيها مشهد نفسي أو اجتماعي أو غيره؟ نعم لحن لي لا يفضوا يعني عندنا في الإشراف عدد من المعلمين والمعلمات في الإشراف متخصصين في جانب التربية النفسية بالإضافة إلى الدورة الكبيرة بقية الإدارة وبقية المعلمين يعني يمكن المسألة ساهمت في حل كثير من المشاكل حتى البيت حيانا تعكس مشاكله في المدرسة والطالب قد ما يجد في البيع الحوالين والزول يتكلم معه أو يشعره فيجد السغة في الإشراف أو في المعلم فكثير من المشاكل الحمد لله تم حلها بأن الطالب حسب الأمان والسغة مع الإشراف ومع المعلمين وحلت كثير من المشاكل بفضل الله يمكن الجنب الأرض يخش في تفاصيل لكن هذا يأكد دور المدرسة والجانب التربية النفسي الحمد لله درس الشارع تميزة بالجانب عندنا نفسي نفسي الحمد لله إن شاء الله بفضل الله دعم أستاذ زامي أحمد الآن المدرسة قدمت هذه البيعابية وميزئة عندكم ناس دخلوا في الأوائل على مستوى السودان الخطة للعمل القادم للمحافظة على هذا النجاح هل وضعتم خطة حاولتم علاج بعض المشكلات أو الإخفاقات في بعض الجوانب طبعا النتيجة يعني يتعلق على عاتقنا مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا تجاه الطلاب وتجاه المجتمع إنه نحنا عودناه منه دائما نجيب نتائج مميزة فنحنا نجيب نتحدي إنه لازم نمشي لقدامه يعني ما نجيب في مكاننا ووضعنا خطة وخطة محكمة للمعالجة بعض الحياة اللي بتصهر لك كل مرة حاجات أنت بنحاول نعالجه في العام القادم إن شاء الله وبساعدنا فيها صراحة معلمين من أميز المعلمين صراحة والمدرسة حبارة عن أسرة واحدة المعلمين فيها صراحة بيقدموا أكثر مما هو مطلوب منهم يعني وأنا بحيهم من هنا وبشكرهم على جهدهم الكبير وحتى الخطة دي هم بشاركونا في وضعه لهم هم البضع اللمسات الأخيرة للطالب على أساس أنه يخش الامتحان وعلى سنه يتهيى وعلى سنه يطلع بنتيجة متفورة إن شاء الله إن شاء الله أستاذ نادر كيف تتم المتابعة بين الأسازة أو إدارة المدرسة ويعني الأسر هل في قروب للتواصل ولا في يوم محدد إسبوعيا بيتم فيها التواصل لتحديد الأكاديمية والسلوكيات وحتى المستويات يعني نعم المتابعة والتواصل بين البيت والمدرسة ده بشكل الحلقة الكاملة للعملية التربوية والتعليمية الحمد لله الإشراف عندنا امتحانات شهرية وتقرير شهري بيصل للأمر أعفع الأمور بتابعوك بيجوك ده بيسهلوا المهمة وفيه ناس مشغولين على الحياة والجري والمعايش نعم فإذا فيه حاجة طارئة فيه مناحظة فيه حاجة محتاجة بيتواصل طوال الإشراف يتصل بالأمر يطلب حضوره أو التلفون يكون في تواصل لحل المشاكل لكن عندنا نظام إلكتروني تكامل لدارة المدرسة وفيه متابعة يعني الرسائل التوجيهية رسائل بيسي بسارات أيوة كله تصل لأولياء الأمر وفيه مرضو مواجهة التواصل في فيسبوك في فاتصاب في تواصل أيضا مع أولياء الأمر والتكنولوجيا طعم بيقد يعني لغة العصر فلا بد من أن الناس تخش فيها والحمد لله حتى في صفحة المدرسة فيها حصص مجانية مسجلة لمعلمية المدرسة الناس يستفيدوا مننا بصور عام فالتواصل مهم جدا الحمد لله دمي الحياة المهمة في المدرسة والمهمة العام للنجاح التواصل بين إدارة المدرسة والإشراف والمعلمين وأبليان الأمر فذي كل مع بعض بيثمر هذا النجاح الذي شهدناه في العام السابق وفضل الله دعم سأسامي الآن عندكم واحدة من الأوائل هي طالبة حديثين عن يعني الجو العام في المدرسة ونحن تابعنا التفاؤل من الطلاب حتى في المستويات الدنيا إنهم متفائلين بالنتيجة وفريحين وسهيدين بهذه النتيجة والله طبعا يعني هي لما تكون واحدة من زميلات ونعيشها معاهم وتجيب نتيجة مميزة وتزاع فهم الخلام ده بيحفزهم وبشجعهم وبيخليهم هم نفسهم عايزين يحزوا حزوها ويصلوا للمرتبة التي وصلت لها ويعني لمرتبة أفضل حتى عندنا هناك يعني الطلاب يعني يعني صراحة يعني علاقاتهم مع بعض يعني علاقاتهم الدية يعني هي فيها نوع من التنافس وكده لكن فيه تناقم يعني الجو العام بتاع الطلاب فيه نوع من التناقم يعني طلاب كده سلسين صراحة يعني ومتفورين فالطلاب نفسهم متحمسين يعني ويعني بدعوا لها الآن بالتوفيق وبالنجاح فحتى كل طابور بيهدوا لها أنشودة بيهدوا لها تهنئة في موقع التواصل معهم فالنتيجة صراحة حمستهم شديد وهم الآن يعني يعني بيقولوا زي ما سمحتهم أنهم عايزين يكون فيه عدد كبير منهم في المئة الأول وإن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بدي الفردوسة الأعلى فيعني نتوقع أنهم يحرزوا غطاج أوضر بإذن الله إن شاء الله أستاذ نادر الراحة النفسية يعني هي مهمة وضرورية جدا للطلاب لإحراز نسبة عالية جدا في امتحانات الشهادة وفي امتحانات العادية يعني فأكيد الناس بعد المتابعة بتزأل من التهيو أبتاعة البيئة الأنشطة فالطالب نفسيا لما يكون مرتاح في المدرسة ويحسون دابيته الثاني فبيقدر يبزل العطاء بتاعه بيقدر حتى يصغلين المواهب بتاعته الصغافية الجانب النشاط بتاع الطالب الحمد لله يعني الطلبة يعني بيحسون دابيته موديل أهله ما في جمعات الأستاذ سامعة المدرسة أسرة واحدة يعني حتى هناك الصفة دامه دير دامه شريف دامه حاسب دامه لتنظيم العمل لكن الكل يقوم بدور شنو دهر واحد يعني زي ما تقوله التيم العامل كله حلقة واحدة حلقة واحدة فالحمد لله جانبا نفسي للطلبة يمكن دامي العامل خلت الطلاب يتميزوا ويمكن الطالبة ولا ربنا يحفظها وفقها ومنها النيام يلمين برضا أنه قبلها في كلية الطب جامعة الخرطوم نتمنى لها التوفيق إن شاء الله وندعالج عندها مجان إن شاء الله نتمنى لها التوفيق لكل الطلاب المتحنين وإحنا سعيدين نتمنى لكم التوفيق برضو في الشارقة سعيدين بهذا النجاح وهذا الإنجاز وهذا التفاهم الكبير بين أبراد المدرسة الساتذة وإدارة للأستاذ نادر عبدالوهاب الخليفة مدير مدرسة الشارقة الثانوية بنات شكرا جزيلا لكم والتحية منصولة لكل أسرة المدرسة وإنها النوم من بردعا للنجاح وإن شاء الله العام القادم أفضل وأفضل والشكر ومصول لكم إن شاء الله شكرا جزيلا برضو شكرا للدكتورة سامي أحمد بدر سليمان مدير العام لمدارس الشارقة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم وأكيد مشوارنا مستمر ولكن بعد الفاصل